اشتركوا في القناة ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في نرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجبها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما منامنا وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجبها تطلو على قوم لن نجعل لهم من دونها سفرا كذلك وقد حطنا بما لديه خضرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجب من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفتدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني ربي فيه خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصبفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونبخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتاخذوا عبادي من دوني أوليا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبعكم بلخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الصين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم السراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خبت المغالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبررا بوالديه ولم يكن جدارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتقبت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت لي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت ما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا نقضيا سمع الله لمن حمده الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بركع لولا سجدا الله هو اكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جبع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة فالصاقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنفرم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان ثمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آساني الكتاب وجعلني مبيئا وجعلني مبارك لينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جثارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فغيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أثنى بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ طبيى نمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاط أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب لنت على لهفي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فأعتزلكم وما تدعون من دون الله فأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم نعتزل أمنا يعبدون من دون الله وهبنا له إحفاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا وجعلنا لهم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عاليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيئين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله وإكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ما لفي يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوى إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يبطل الإنسان أما طلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل جيعة ليهم أشد على الرحمن عثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما نقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبله من قرن هم أحسن أتاة ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأمتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عحدا كلا سنكتب ما يقول ونمز له من العذاب مدى ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيقفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشبعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ابدا يكاد السماوات يتبطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتغذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أخفاهم وعدهم عدا وكلهم آفيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يصرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا فمع الله لمن حميده الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة